السلام عليكم أهلا بكم في فيديو جديد أتمنى تكونوا بألف صير وإنتوا بتشوفوا الفيديو المميز اللي حنشوفه مع بعض النهاردة واللي هنعرض لكم من شلاله مجنوعة متميزة وهو جديدة من أحدث الأدوات المنزلية والأفكار والمنظمات والإفتراعات والأجهزة الزكية جدا اللي بتساعدك أن ينتي بنظمي وترتبي بيتك بكل سهولة وده غير طبعا أدوات التنزيز اللي استخدامها بيبقى سهل جدا واللي ما بيحتاجش منك أي مجهود واللي بيستاعدك على استغنال وقتك بأفضل الطرق فلو دي أول مرة بتشوفي قناة الأدوات المنزلية أتمنى أنك تنضمي دينا ودعا طريق الضفط على زر الاشتراك ولو حب أنه يمصنك إشعار بكل فيديو بديد بينزل على القناة لقدر أن تدفع علي جرس الإشعارات لإشعار الكون ودلوقتي حنبتدي الفيديو بتاعنا ونشرح مع بعض كل الأدوات والمنتجات اللي موجودة معنا في الفيديو ده ونشوف إزاي نقدر أن احنا نستصدمها ونستفيد منها وفي نهاية الفيديو كان عادة حكلمكم عن الطرق أن تقدروا منسلالهم أن أنتوا تجيبوا كل حاجة أنتوا محتاجينها هنا حنشوف مع بعضها عندنا مفرمة للفضار طبعا بيجي معاها كذا قطع من قطع التقطيع والبشر تقدر أن أنت تبدليهم بكل سهولة وتقطع من خلالها البطاطس والبصل والتوم وأي نوع فضار أنت عايزة بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا قطع للخضار والفكهة القطع دي حد جدا وتقدر أن أنت تستخدميها لتقطيع الخضار أو الفكهة على شكل دوائر زي ما احنا شايفين مع بعض كده من سنال الفيديو وهنا معنا مصفى مصنوع من الفلاز المقاوم للصدى تقدر أن تستخدميه في كذا طريقة مختلفة ممكن تصف من خلاله المكارونة أو الخضار وتقدر أن تستخدميه لمختلف أنواع الطبيق أن تفضلي تعمليها على البصار بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا مجموعة من قطع من التوابل اللي تقدر أن تتنظمي بيهم التوابل البدرة أو التوابل الصحيحة بعد كده تعالي شوفي معايا الأداة اللي بتساعدك على إزالة البزور من مختلف أنواع الخضار أو الفكهة يعني ممكن تستخدميها للزاتون لو أنت بتخليه للزاتون وكده تقدر أن تشيل منه البزر بكل سهولة وهنا حنشوف مع بعضها عندنا أداة صنع الزلابيا أو مختلف أنواع الفطير طريقة تستخدمها سهلة جدا وبتديكي أحجام متساوية للعجينة أو للفطيرة اللي أنت عايزة تعمليها بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا الحنة اللي بتساعدك أن أنت تعملي من سلالها الواسل طبعا طريقة تستخدمها سهلة جدا وتقدر أن أنت تستخدميها على البتاجاز يعني مش هتحتاج أي كاروة وهنا حنشوف مع بعضها عندنا قطع القطع دي تقدر أن أنت تسبكيها عندك على الحوض أو على الرخامة بكل سهولة وتقطع كل الخضار أو السلطة اللي أنت عايزها بعد كده حنشوف مع بعضها عندنا جهاز تسخين هو يعتبر مكتبي يعني تقدر أنت تستخدميها عندك في المكتب في وقت الدراسة أو في الشغل وهو بيساعدك أن الحاجة بتاعتك تفضل ساسلة يعني لو أنت عاملة كباية شاي أو كباية نسكة فيه تقدر أنت تسبتيه على الجهاز ده وهو هيفضل ساسل معاك ومش هيبرد بسرعة بعد كده معنا مجموعة من القطع اللي هي تعتبر أغطية للأطباء أو أغطية للمنظمات وهي بتساعد على حفظ الحرارة والأهم من كل ده أن هي بتمنع أن الحاجة اللي أنت بنظمها في الطبق أو في المنظم تقع منه وهنا معنا الفرشة اللي بيجي معاها جزء تقدر أن أنت تضيفينه وأي مادة تنظيف أنت بتفضلي تستخدميها وبعد كده كبتدي أن أنت تنظفي من سلالها السجاد أو الأحزية أو الودوم أو مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك وهنا تعالي معايا شوفي عندنا منظم للتوابل المنظم ده بياخد معاك نوعين من التوابل يعني ممكن تحطي الملح والفلفل للأسود مع بعض وتستخدميه من خلال منظم واحد زي ما احنا شنفين مع بعض كده وهنا معنا جهاز بيئيس الحرارة تقدر أني تستخدميه في وقت مثلا الأكل لو أنت عايزة تقيسي درجة حرارة الزيت أو تقدر أني تستخدميه بكذا طريقة تانية مختلفة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للتوابل تقدر أني تتنظمي به الملح أو الفلفل الأسود أو مختلف أنواع التوابل المطحونة هنا تعالي شوفي معايا عندنا القطعة دي اللي بتساعدك أني تخلصي كل مع جونس تنان اللي بيبقى موجودة عندك في الأنبوب بطريقة سهنة وبسيطة جدا وتقدر كمان أني تستخدميها على مختلف عبوات لكلمات اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا فرشة للتمزيز الفرشة دي بتحتوي على الثلاث أجزاء بيساعدوك أني تنظفي مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك بدقة عالية جدا وبطريقة سهلة وبسيطة جدا وهنا معانا حامل أو رف تقدر أني تثبتيه بكل سهولة على الجدار عندك وبعد كده تثبتي عليه الأحزية الفصلة بالحمان بتاعك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا أداء بتساعدنا على كسر الأدوية لنص أو لربع يعني على حسب العلاج هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من قطع الحماية اللي تقدر أني تتمسيكي بيهم أي طبق سخنة أو أي حلة سخنة عندك وغير كده أني أشكالهم جميلة جدا وبيجوا متوفرين عندك لكذا لون بعد كده تعالي شوفوا معايا عندنا المنظمات دي طبعا تقدر أني تستخدميهم بكذا طريقة مختلفة يمكن تنظمي بيهم التلج وممكن كمان تنظمي بيهم الفضار أو انسكها يعني ليهم كذا طريقة في الاستخدام هنا بقى معانا الأداء اللي تساعد على إزالة الشعر والوبر عن العدوم أو عن السجاد أو عن الستاير أو لو أنت عندك قطة مثلا في البيت فالأداء دي مهمة جدا هنا معانا ممسحة طبعا الممسحة دي تقدر أني تتعصريها بكل سهولة من كل المية والأوساش اللي تبقى موجودة عليها وبعد كده ترجع أني تنظفي بيها مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك وأكتر حاجة مميزة في الممسحة دي إن هي عندها قدرة عالية على امتصاص السوائل بعد كده تعالي شوفوا معايا الأداء الخاصة بمعجون الأسنان تقدر أني تثبتيها على الجدار بكل سهولة وبعد كده تثبتي عليها معجون استنان وتستصدمي معجون استنان زي ما أنت شايفة معايا دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده تعالي شوفوا معايا عندنا القطع اللي تقدر أني تقفلي من خلالها كوابس الكهرباء بحيث إن هي تبقى آمنة لو أنت عندك أطفال وكده محدش يعرف إن هو يلعب بيها بعد كده معايا المشابك الكبيرة دي تقدر أني تثبتي من خلالها البطانيات أو الميليات وتقدر أني تستخدميها بطريقة تانية إن أني تثبتي عليها مختلف الشماعات اللي بتبقى موجودة عندك وهنا معانا القطعة اللي بتساعدنا إن نحن برتب ميليات السرير بكل سهولة زي ما هتشوفي دلوقتي معايا من خلال الفيديو وهنا معانا المقص ده وبيجي معا مشرة تقدر أني تستخدميه بردو بكذا طريقة مختلفة الحقيقة إحنا شايفين مع بعض المجموعة متمايزة جداً من الأدوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت بشكل عام لو الأدوات اللي تعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى أنتو تدعموني وتدعموا القناة دي للضغط على زي اللايك ولو عندكم أي استفسار عن أي حاجة تعرضت في الفيديو ده اتداروا أن أنتو تكتبوا لي في فقمت التعليقات وأنا حرد عليكم فقر بوقتي ممكن تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما احنا شوفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معنا في الفيديو ده ووضحنا إزاي إن احنا نستخدمها ونستفيد منها والحقيقة إنها كلها أدوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جداً وتقدر إن انتو تستفيد منها في كذا طريقة مختلفة وبتفاهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت أمل الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي حتتعرض معنا في الفيديو ده وتقدر إن انتو تعرفي إيه يا الحاجة اللي انت محتاجينها لبيتك والمطبخك وبعد ما انا تكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجين انت تعرفيها في الفيديو ده جي الوقت إن احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم إن احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل وساطة وطبعا هم عبارة عن ثلاث طرق تقدر إن انت تختاري الطريقة المناسبة لك على حسب المكان اللي انت متوجد به فبدايات كده لو انت عايزة طريقة معتمدة تقدر إن انت تجيب كل المنتجات والأدوات دي عن طريق تطبيق علي إكس براس أو تطبيق أمازون أو تطبيق بانجود أو تطبيق إي بي طبعا التطبيقات دي مشكلتها إنها تكاليف الشحلة تبقى فيها غالية جدا أما بالنسبة للأسعار البضاعة فهي بتبقى متغوتة يعني في عندك أدوات أو انتكات وتبقى أسعارها معقولة وفي أدوات تانية تبقى أسعارها غالية وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايزة تجيديها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة هيبقى ليها استعرم اختنس وعايز أوضح لكم حاجة كمان إن تكاليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انت موجودين به يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غنية إنما مثلا الشحن الأنديكا أو لفرنسا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منصفت شوية أو في دول بيبقى الشحن ليها مجاني فأعتقد إن الطريقة دي تقدر من انتو تعتمدوها على حسب المكان اللي انتو متواجدين به بعد كده تعالوا لكم على الطريقة الثانية اللي ممكن تسهل عليكم أو تحديثكم مشكلة تكاليف الشحن وهذا صحات الفيسبوك طبعا الصفحات دي برضو بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كديرة من المنتجات دي بيبيعوها عن طريق الأونلاين وبتتعي طبعا حاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحاوظة أو على حسب المكان اللي انتو موجودة به وطبعا الصفحات دي حتلاقيها لو انتو موجودة في مصر أو في الأردن ما عرفش بقى لو انت بسهلا في السعادية أو في الكويت وانتين تلاقي الصفحات دي أو لأ بس ما عايزة أقول لك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا تقدروا اني انتو تكتب في خانة البحث اللي موجودة في الفيسبوك أدوات منزلية كمصر أو في الأردن أو في السعادية أو في الكويت طبعا على حسب البلد اللي انتو موجودة بيها وأنا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي أبلوكيته في فيديو وحسب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدروا اني انتو تشوفوه وتستفيدوا عينه أما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي بتبقى موجودة على أرض الواقع أو المولاد اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي فطبعا بتحتاج لمنك جهة الغريف مثلاء كل الأماكن اللي بتبيع الأدوات دي فلو أي حد بيعرف أي مكان أو أي محل بيبيع كل المنتجات دي أتمنى انه يكتب لنا بخانة التعليقات علشان الكون يقدر يستفيد من الموضوع ده وبس كده وده كان فيديو النهاردة أتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وانه كل الأدوات والمنتجات اللي تعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم لا تنسوش تشجيع وتشجيع القناة لتبغط على زر اللايك ولو الأدوات اللي تعرضت في الفيديو ده ما عجبتكمش تقدر من التضغطوا على زر dislike ولو عندكم أي استفسار عن أي أداء أو أي منتج اتعرض في الفيديو ده تقدروا انتم تكتبوا لفك تعليقات وأنا هرد عليكم في أقرار وقت ممكن نستنون إن شاء الله أشوفكم على خير في الفيديو الجديد بكرة سبكم في رعاية الله اشتركوا في القناة